الكام يوم الجايين الفيدرالي الأمريكي مجتمع علشان يزود الفايدة يتحدثون عن خمسين نقطة وخمسة وسبعين نقطة اللي هم عندنا يترجموا باتنين في المية أو تلاتة في المية أنا ما بفهمش في الفايدة بس أنا أظن أن الحياة الاقتصادية المصرية لا تحتمل زيادة أخرى في سعر الفايدة الناس اللي بتشتغل وبتاخد قروض ويعني وتحميل فوائد القروض هتبقى تقيلة هو طبعاً الفكرة إيه؟ إن أنا بخلي المال عزيز إنت ما تقتردش كتير ما تستخدمش الكريدت كارد بتاعك كتير بس هو في النهاية في صناعة وفي زراعة وفي ناس بتتعامل مع بنوك وفي دولة عليها يعني ديون داخلها أيضاً دي لها فوائد يعني الفايدة للإنترست يعني مش فوائد يعني مزايا فالمسألة أصلاحة حساسة جداً إحنا أملنا إنه المركزي ينظر للأمر من كل نواحيه لأنه الأمريكان يعني مثلاً الأتراك قرروا لأ الصينيين قرروا لأ الأمريكان قرروا آه زي الفيلم ما قاله قاله أبو حنيفة قال لا فيعني إحنا عايزين بس نشوف برضو المصلحة بالنسبة لنا إيه الثلاثة أربعة أيام الجايين دول يعني حنشوف فيهم أشياء كثيرة ونقدر نفهم منهم يعني مواضيع أخرى